هنا كده هنا كده على المنحن ده عشرة كيلو اتفقنا ان كل مربع رأسي بيمثل اتنين كيلو بعد العشرة بعد العشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر يبقى تقريبا النقطة دي بتمثل ستاشر كيلو متر يبقى العشرة اميال تقريبا بيكفقه ستاشر كيلو متر حد عنده مشكلة في النقطة زي دي ازاي حددناها او مش فاهم حاجة لغاية دلوقت لا لا كله كويس طيب تمام ده كده بيمثل نفس الكلام بنحل رقم باق اتناشر ميل هنا برضو بيسأل تحويل اتناشر ميل الى كيلو مترات هنا اتفقنا ان كل مربع افقي على المنحنة بتاعي هنا بيمثل واحد ميل وكل مربع رأسي بيمثل اتنين كيلو متر طيب اتناشر ميل يبقى هنا العشرة هنكمل بعد العشرة هنا كل مربع افقي واحد ميل يبقى ده احداشر ميل ده اتناشر ميل هنا كده اتناشر بطلع من عند الاتناشر ميل وبقف على المنحنة بتاعي لو هنا كده لو الرسم البياني واضح قوي هنلاقي النقطة دي تقريبا تسعتاشر كيلو متر تقريبا تسعتاشر كيلو متر طيب يبقى هو ده التمثيل البياني للتحويل ما فيهوش مشكلة بنشوف كام ميل بيكافئ كام كيلو متر بس بنفس الطريقة ممكن يعطيني تمثيل بياني بيمثل العلاقة بين درجة الحرارة بسليزية ودرجة الحرارة بالفيهرنهايت ويسأل 60 درجة سليزيس تكافئ كام فيهرنهايت فالخط الافقي هنا بيمثل درجة الحرارة بالسليزيس والخط الرأسي بيمثل درجة الحرارة بالفيهرنهايت فهنا احنا بنعمل نفس الكلام بنقف عند درجة الحرارة المطلوبة وبنطلع على كير نشوف درجة الحرارة المقابلة لها كام ده بس التمثيل البياني للتحويل بين درجة الحرارة بالسليزيس لدرجة الحرارة بالفيهرنهايت هنا المنحنة ده نفس الكلام بيشوف العلاقة بين قيمة العملة بالجنيل استرليني والقيمة المنظرة لها بالريال العمالي طيب الجزء اللي احنا عايزين نتناوله اللي هو ازاي نستخدم المتبينات ازاي بنمثل المتبينات في المستويات سنائية الأبعاد ايه هي المتبينات؟ انا لو عندي معادلة خط مستقيم بتقول صوت يساوي 3 دي كده معادلة خط مستقيم خط مستقيم المعادلة دي بنمثلها ازاي؟ على المستوى الاحداثي بنمثلها بالشكل ده كده هنا واحد اثنين هنا سالب واحد سالب اثنين سالب تلاتة سالب اربعة واحد اثنين تلاتة اربعة سالب واحد سالب اثنين سالب تلاتة صوت يساوي تلاتة ده خط مستقيم الصوت مش واضح يا جماعة في حد بعد إن الصوت مش واضح واحد صعد يسوي ثلاثة ده معدلة خط مستقيم يوازي محور إيه صعد يسوي ثلاثة خط مستقيم صعد يسوي ثلاثة ده خط مستقيم بنمثله صعد يسوي ثلاثة هو ده صعد يسوي ثلاثة خط مستقيم يوازي محور السينات ده صعد يسوي ثلاثة ده كده الخط المستقيم صعد يسوي ثلاثة طيب طب ده مش مفهوم حد مش فاهم صعد يسوي ثلاثة ده خط مستقيم يوازي محور الصيناء لأي قيمة الصين صاد تساوي 3 صاد تساوي 3 لأي قيمة الصين ده كده الخط المستقيم صاد يساوي 3 طيب صاد أكبر من قلنا المتبينة المتبينة بتبقى معادلة بتبقى معادلة تحتوي على أكبر من أو أصغر من أو أكبر من أو أصغر من أو أصغر من أو يساوي يبقى أكبر من أو أصغر من أكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي دي كده المعادلة اللي بتحتوي رمز من دول بنقول عليها متبينة بنقول عليها متبينة زي إيه؟ زي صاد أكبر من ثلاثة صاد أكبر من ثلاثة دي متبينة طيب تمثيلها إيه هنا على الرسم البياني؟ المتبينة دي صاد أكبر من ثلاثة بنمثلها فين هنا على الرسم البياني؟ حد يعرف؟ التحت تحت الخط المستقيم ولا فوقه؟ تحت الخط المستقيم تحت تحت الخط المستقيم طيب هي صاد أكبر من ثلاثة معناها أن فوق الخط المستقيم أيوة فوق الخط المستقيم ليه؟ لأن صاد أكبر من ثلاثة يعني النقاط اللي قيم الصاد فيها أكبر من 3 النقاط اللي قيم الصاد فيها أكبر من 3 قيم الصاد أكبر من 3 فوق يبقى دي المنطقة دي المنطقة اللي فيها اللي بتحقق المتبينة صاد أكبر من 3 يبقى صاد أكبر من 3 هي دي المنطقة اللي بتمثل المتباينة صاد أكبر من 3 طيب يبقى صاد أصغر من 3 صاد أصغر من 3 أيوة هي المنطقة اللي تحت الخط المستقيم دي كلها المنطقة صاد أصغر من 3 طيب بالمناسبة فيه نقطة كده عايزة أقولها إن الخط المستقيم هنا إن فيه عندنا ملحوظة بتقول ملحوظة مهمة بتقول إن لو معطى معدلة الخط المستقيم في صورة صاد يساوي ميم سين زائد جيم لو أعطاني في المسألة معدلة الخط المستقيم في صورة صاد يساوي ميم سين زائد جيم بقدر أحدد المتباينة دي فوق الخط ولا تحت الخط والمتباينة دي فوق الخط ولا تحت الخط معلش ركزوا معي في الحتة دي لو أعطاني معدلة الخط المستقيم في صورة صاد يساوي ميم سين زائد جيم لو معادلة الخط المستقيم المعطاة في صورة صاد يساوي ميم سين زائد جيم بيكون قيم صاد اللي أكبر من ميم سين زائد جيم المتبينة دي بتقع على الخط تقع على الخط المستقيم تقع على الخط المستقيم المتبينة صاد أقل من دي بتقع أسفل الخط المستقيم تقع أسفل الخط المستقيم طيب تعالوا ناخد مثال عشان نفع هنا مثال معانا في الكتاب المثال اللي معانا في الكتاب هنا بيقول مثل المنطقة الواقعة أعلى المستقيم يعني هنا مثلا المتبينة اللي معطها لي صاد أكبر من اتنين سين زائد واحد صاد أكبر من اتنين سين زائد واحد تعالوا كده نمثل المتبينة دي صاد أكبر من اتنين سين زائد واحد مطلوب تمثيل المتبينة مثل المتبينة بيانية طيب احنا علشان نمثل أي متبينة علشان نمثل أي متبينة بنروح نمثل الخط المستقيم اللي اللي بيحد المتبين الخط المستقيم بتاع اللي هيحد المتبين الذي يحد ايه المتبين ها حد يقول الخط المستقيم اللي بيحد المتبينة دي هو إيه؟ هو صاد يساوي بنحوش علامة المتبينة وبنكتب يساوي بنحوش علامة المتبينة وبنكتب يساوي صاد يساوي 2 سين زائد واحد يبقى دي معادلة الخط المستقيم اللي بيحد المتبين طيب معادلة الخط المستقيم اللي بيحد المتبينة صاد يساوي 2 سين زائد واحد علشان نمثل بيانيا علشان نمثل المستقيم ده بيانيا هحتاج نقطتين مش احنا عارفين ان علشان نمثل مستقيم بنحتاج نقطتين عليه ها هحط نضع صين بصفر تبقى صاد بكام يا شباب لو وضعنا صين بصفر تبقى صاد بكام 6-9-1 أيوة صاد بواحد دي نقطة تقع على الخط المستقيم طيب لو وضعنا صاد بصفر طيب عايزين نقطة كمان على الخط المستقيم هادي يجيب نقطة كمان سهلة لو وضعنا صين بواحد مثلا تبقى 2 ضرب 1-2 2-1-3 دول كده مزبطين هادي مش فاهم بمثل الخط المستقيم بمثل الخط المستقيم 0-1-0-1 وواحد وثلاثة واحد في السينات وثلاثة في الصادات بوصل الخط المستقيم سوى الخط المستقيم ده كده الخط المستقيم بتعني يبقى صفر عندي صين بصفر صاد بواحد عندي صين بواحد صاد بثلاثة النقطة دي المفروض تكون بتقع على الخط المستقيم طيب يبقى ده الخط المستقيم صاد يساوي 2 سين زائد واحد احنا عايزين نعرف المتبينة بتاعتنا دي بتقع أعلى الخط المستقيم ولا أسفل الخط ها أصغر أصغر من الخط المستقيم أصغر من الخط المستقيم بص يا جامعة المنطقة اللي فوق دي اللي باللون الأزرق دي اللي أنا عملتها باللون الأزرق دي دي أعلى الخط دي أعلى الخط المستقيم لكن المنطقة اللي باللون الأحمر دي دي أسفل الخط المستقيم أصغر أصغر لا مش أصغر أسفل الخط المستقيم طيب احنا قلنا ملحوظة قلنا لو معادلة الخط المستقيم بتاعتي في صورة صاد يساوي ميم سين زي الجيم يبقى صاد أكبر من اللي فيها صاد أكبر من يبقى ديء أعلى الخط المستقيم على طول لكن صاد أقل من تبقى أسفل الخط أنا هنا معادلة الخط المستقيم بتاعتي معادلة الخط المستقيم بتاعتنا صاد يساوي 2 سين زي الجيم يعني في صورة ميم سين زي الجيم معادلة الخط المستقيم بتاعتي في صورة صاد يساوي ميم سين زي الجيم معنى كده أن صاد أكبر من ديء تقع أعلى الخط المستقيم يبقى المتبينة صاد أكبر من 2 سين زي الجيم تقع أعلى الخط المستقيم يبقى المتبينة صاد أكبر من 2 سين زائد واحد هي أعلى الخط المستقيم يبقى مين اللي أسفل الخط المستقيم المتبينة النهين صاد أقل من 2 سين زائد واحد يبقى المتبينة صاد أقل من 2 سين زائد واحد هي تقع أسفل طيب يعني المثال ده فهمتوه بنسبة 60% نعم طيب هل يفهم من المثال اللي بعده أكتر هنا المثال بيقول بين المنطقتين بين المثال من الكتاب بين المنطقتين اللتين تمثلان المتبينتين تمثلان المتبينتين دول اتنين سين نائز 3 صاد أقل من 6 واثنين سين نائز 3 صاد أكبر من 6 المتبينة دي اتنين سين ناقص 3 صاد أقل من 6 ودي اتنين سين ناقص 3 صاد أكبر من 6 عايزين نمثل المتبينتين دول نشوف مين فيهم أعلى الخط المستقيم ومين فيهم أسفل الخط المستقيم أول حاجة بنعملها يا شباب أول حاجة بنعملها بنجيب معادلة الخط المستقيم الخط المستقيم الذي يحد المتبينتين الذي يحد المنطقتين أو المتبينتين طيب معادلة الخط المستقيم حد يقولها لي ها صاد ساوية مين سين احنا اتفقنا من معادلة بنجيبها ازاي بنحوش علامة علامة المتبينة وبنكتب يساوي بس يا شباب هنا علامة مش بنغير المعادلة خالص يعني هنا علامة المتبينة عندي أقل منه أكبر من أين كانت دي زي دي أنا هخلي يبقى معادلة الخط المستقيم هتبقى 2 سين ناقص 3 صاد يساوي 6 2 سين ناقص 3 صاد يساوي 6 ده الخط المستقيم اللي بيحد المتبينتين دور طيب الخط المستقيم ده عشان نرسمه هنحتاج نقطتين هدي يجيب لي نقطتين يلا يا شباب أعزان نقطتين على الخط المستقيم سالب 1 و 1 سالب 1 لو وضعنا سين بسالب 1 هتبقى سالب 2 ناقص 3 صاد ناقص 3 صاد يساوي 6 يبقى 8 لا النقطة مش مزبوطة طيب طيب تعالوا نحطه سين بصفر كده لو وضعنا سين بصفر يبقى ساد بسالب 2 صح كده لو وضعنا سين بصفر يبقى يبقى ده بصفر يبقى سالب 3 صاد يساوي 6 يبقى ساد بسالب 2 طيب تعالوا نجيب نقطة كمان لو وضعنا سين لو وضعنا سين بتلاتة ها قدتوا سين بتلاتة 2 في 3 بستة ناقص 3 صاد يساوي 6 تبقى ساد بكام 6 ناقص 6 صف تبقى ساد دعالوا نحل المعادلة يا جماعة 2 صين ناقص 3 صاد يساوي 6 عايزة جيب نقطتين عايزة جيب نقطتين اتفقنا أول نقطة جبناها وضع سين بصفر لو وضعنا سين بصفر يبقى صفر ناقص 3 صاد يساوي 6 يبقى صاد تساوي 6 تقسيم سالب 3 سالب 2 دي أول نقطة هد دي مش فهمها هد دي أنا عيد عيد أيوة طيب بنجيب نقطتين على الخط المستقيم عايزة نقطتين على الخط المستقيم ده بنضع سين بصفر أول نقطة مثلا نضع سين بصفر نضع سين بصفر يبقى صفر يبقى صفر اتنين ضرب صفر ناقص 3 صاد يساوي 6 يبقى صفر ناقص 3 صاد يساوي 6 تبقى صاد تساوي 6 تقسيم سالب 3 بسالب 2 يبقى صفر وسالب 2 النقطة الثانية النقطة الثانية يا جماعة اللي فاتح المايق وعنده دور طيب حد يجيب نقطة كمان يا شباب حد يجيب نقطة كمان نضع سين بواحد عادي نضع سين بواحد أو نضع سين باتنين حد يجيب نقطة كمان هادي من الشباب يجيب نقطة كمان للخط المستقيم عادي نعم صفر 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 ابع صفر وسالب 4 لو وضعنا سين لا لو وضعنا سين بصفر احنا حطينا سين بصفر طلع سالب 2 صاد بسالب 2 طيب تعالوا نحط سين ب3 نضع سين ب3 كده يبقى 2 ضرب 3 ناقص 3 صاد يساوي 6 يبقى 6 ناقص 3 صاد يساوي 6 ناقص 3 صاد يساوي 6 ناقص 6 صفر يبقى سالب 3 صاد يساوي 0 بالقسمة على سالب 3 يبقى صاد تساوي 0 يبقى النقطتين صفر وسالب 2 و3 وصف طيب صفر وسالب 2 و3 وصف تعالوا نمثل المستقيم ده تعالوا نمثل المستقيم اللي بيحد المنطقتين ده محور سين وده محور صاد طيب قلنا صفر وسالب 2 صفر وسالب 2 هي النقطة دي صفر وسالب 2 و3 وصف 3 وصف نمثل نوصل للمستقيم ده الخط المستقيم تقريبا ده كده الخط المستقيم اللي هو اتنين اتنين سين ناقص 3 صاد يساوي 6 ده كده معادلة الخط المستقيم اتنين سين ناقص 3 صاد يساوي 6 طيب ده الخط المستقيم اللي احنا رسمناه اتنين سين ناقص 3 صاد يساوي 6 احنا السؤال بتاعنا كنا عايزين نعرف المنطقة اللي فوق اتنين سين ناقص 3 صاد اصغر من 6 واتنين سين ناقص 3 صاد اكبر من 6 مين فيهم تقع اعلى المنحنة ومين اسفل المنحنة اتنين سين ناقص 3 صاد اكبر من 6 واتنين سين ناقص 3 صاد اقل من 6 عايزين نعرف مين فيهم اعلى المنحنة ومين اسفل المنحنة اتنين سين ناقص 3 صاد اصغر من 6 يأسفل المنحنة انت قلت كده علشان دي علامة أصغر صح طيب بص يا شباب معادلة الخط المستقيم بتاعي في صورة صاد يساوي ميمسين زائد جيم بسأل لا ما هياش في صورة صاد يساوي ميمسين زائد جيم المثال اللي فات كان المثال اللي فات كان صاد يساوي اثنين سين زائد واحد يعني معادلة الخط في صورة ميمسين زائد جيم لكن المثال ده معادلة الخط بتاعي اثنين سين ناقص ثلاثة صاد يساوي ستة ما هياش في صورة صاد يساوي ميمسين زائد جيم معنى كده ان انا مش هقدر اطبق القعدة اللي انا قلتها يعني صاد اكبر من مش هقدر اقول انها تقع اعلى وصاد اصغر من مش هقدر اقول انها تقع اسفل امال هعمل ايه عشان احدد بصوا يا شباب هنحل ايه يعني احنا دلوقتي مش عارفين مين فيهم اعلى ومين فيهم اسفل مش عارفين ليه لان معادلة الخط المستقيم ده مش في صورة مش في صورة صاد يساوي ميمسين زائد جيم لان معادلة الخط المستقيم ليست في صورة صاد يساوي ميمسين زائد جيم طيب هنعرف منين مين اعلى ومين اسفل هناخد نقطة يا شباب هناخد نقطة في المنطقة الاعلى مش دي المنطقة الاعلى من الخط المستقيم هناخد هناخد نقطة موجودة فيها وليكن نقطة الاصل صفر وصفر النقطة الاصل تنتمي للمنطقة الاعلى الخط المستقيم صفر وصفر هنعوض بيها في المتبينتين الاثنين والمتبينة اللي تحقق النقطة هي التي تمثل المنطقة يعني ايه برسوا كده يا شباب تعالوا نعوض بصفر وصفر في المتبينتين يلا كده عند وضع سيم بصفر في المتبينة الاولى لو وضعنا سيم بصفر وصد بصفر فهتصبح ايه صفر ناقص صفر اكبر من 6 صفر ناقص صفر اكبر من 6 يعني صفر اكبر من 6 طيب المتبينة التانية صفر ناقص صفر أصغر من ستة صفر ناقص صفر يعني صف صفر أصغر من ستة مين فيهم صحيحة يا شباب صفر أكبر من ستة ولا صفر أصغر من ستة صفر أكبر من ستة صفر أصغر صفر أقل من ستة دي الصحيحة صح صفر أقل صفر أقل من ستة هي دي الصحيحة يبقى المتبينة 2C ناقص 3 صاد أقل من 6 تقع في المنطقة الأعلى يبقى 2C ناقص 3 صاد أقل من 6 هي دي المنطقة اللي بتمثل 2C ناقص 3 صاد أقل من 6 يبقى 2C ناقص 3 صاد أقل من 6 تمثل المنطقة الأعلى الخط المستقيم فهمنا كده؟ يبقى لو معدلة الخط المستقيم بتاعي ليست في صورة صاد يساوي ميمسين زائد جيم بجيب نقطة في المنطقة الأعلى الخط المستقيم وبعوض عنها في المتبينتين الاثنين المتبينة الصح المتبينة اللي تحقق النقطة دي يبقى هي دي المتبينة اللي تقع اللي بتمثل المنطقة فهمتوا كده؟ نعم وتبقى المتبينة اللي تحت دي هي بتمثلها اتنين سين ناقص ثلاثة صاد أكبر من ست اللي فوق اتنين سين ناقص ثلاثة صاد أقل لأنها حققت نقطة الأصل التي تنتمي للمنطقة اللي أعلى الخط المستقيم أما المتبينة التانية بتمثلها المنطقة اللي أسفل الخط المستقيم تمام يا شباب ده لو الخط المستقيم بتاعي ليس في صورة صاد يساوي ميم سين زائد جيم بنستخدم الطريقة دي تمام كده ده موضوع درسنا النهاردة يا شباب ترجمة نانسي قنقر